قال الجيش الإسرائيلي إن قواته دمرت البنية التحتية لجماعة حزب الله في قرية كفر كلا بقضاء مرجعيون في النبطية الجيش الإسرائيلي بث فيديوهات لما قال إنها التوثيق لعملياته وهي العمليات التي قال إنها أو عثر من خلالها على مئات الأسلحة والوثائق ومنصات إطلاق صواريخ ومعدات تابع لوحدة قوة الرضوان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة من بيروت معنا الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية العميدة خالد حمادة مرحبا بك شكرا لوجودك معنا عميد لماذا لم ينجح الجيش الإسرائيلي حتى الآن في تنفيذ خططه لإنشاء منطقة عازلة جنوب لبنان كما يزعم وكما تتحدث وسائل إعلام إسرائيلية مساء الخير أولا الهجوم الإسرائيلي الذي نراه على الجنوب اللبناني وأنا دائما أسميه أنه عملية ما قبل الهجوم هي عملية استطلاع واكتشاف البنية التحتية لحزب الله تعطيلها تفجيرها محاولة التعرف على إمكانية حزب الله في شن عملية أو في قيام بعملية عسكرية دفاعية مستدامة إذا شئنا أن نتكلم عن منطقة عازلة يعني ماذا تعني هذه المنطقة العازلة إذا كانت هي منطقة يعني بما يسمى نومانزلاند أي لا إمكانية لوجود أي مقومات تسمح بالحياة أو تسمح بوجود عناصر مسلحة فيها فأن ما تقوم به إسرائيل اليوم يعني هو في طريق تحقيق هذه المهمة وإن يكون من ناحية الشكل لأن كل هذا الدمار قد لا يقف عائقا أمام تسلل يعني مقاتلين وبالتالي القيام بهجمات على القوات الإسرائيلية أعتقد أنه يعني الكلام عن منطقة عازلة لا يمكن أن تنهيه أو تعبر عنه فقط عملية عسكرية هذه طبعا ترتيبات يجب أن تلي العملية العسكرية في حال وصلنا إلى نقطة التفاوض أو مرحلة التفاوض وهذا ما لم نصل إليه بعد طيب بناء على ما يحدث في الجنوب من تصعيد والدمار الذي نشاهده كل يوم من قرى وبلدات على الحدود الجنوبية اليوم وتصريحات الإسرائيلية بأن نهاية هذه الهجمات ربما قد اقتربت على نهايتها ألا تشي بأن مسألة المفاوضات باتت قابة قوسين ودنة يعني نهاية العمليات العسكرية أنا لا أعتقد ذلك يعني أنا لا أعتقد أنه هناك إمكانية الآن لوقف إطلاق النار يعني لماذا وقف إطلاق النار هل حقق الإسرائيلي أهدافه لا هل حقق حزب الله أهدافه لا هل يمكن إعلان فريق خاسر وفريق رابح طبعا لا وبالتالي شروط فرض أي يعني اتفاق جديد أو أي ترتبات جديدة لا تزال غير مستكملة بالعودة إلى يعني مسألة المنطقة العازلة المنطقة العازلة تأتي بعد التفاوض إذا كان العدو الإسرائيلي قد احتل يعني هامش واسع من القطاع الجنوبي من منطقة الجنوب وبالتالي يصبح الانسحاب من هذه المنطقة المحتلة مقابله شرط أن يكون هناك منطقة عازلة يعني إذا سيطرت إسرائيل على منطقة بعمق عشرين كيلوماتر ساعتها إذن يمكن التفاوض على منطقة عازلة بعمق خمس كيلوماتر شرط أن تنسحب إسرائيل من المنطقة كلها ولكن أما والحال أنه نحن لازلنا في مرحلة يعني كيلوماتر من هنا أو 2 كيلوماتر من هناك وتدمير البنية التحتية فأن الموقف العسكري لم يتبين بعد ثم أنه الهجمات التي تشن اليوم يعني فعلى جزء من القطاع الشرقي ولسيما يعني ما أوردتموه في عملية السيطرة أو الاشتباك في منطقة الحمامس فأنه إذا سيطرت إسرائيل على منطقة الحمامس وهي منطقة هامة جدا ونقطة قوة في القطاع الشرقي فساعتها إذن ذلك سيمكن إسرائيل من تطوير هجومها وربما الوصول إلى نهر الليطاني من الجهة الشرقية إذن نحن لازلنا في بداية العملية العسكري نتحدث عن محاولة لتغيير التوازنات وكيف يمكن أن يردع الحزب اليوم إسرائيل من القيام بمثل هكذا عمليات توصل بإسرائيل وجيشها إلى الليطاني أولا في الجغرافيا إذا ما وضعنا الخريطة أمامنا وأنا أعرف المنطقة جيدا يعني نهر الليطاني يبعد عن الحدود بين لبنان وفلسطين المحتلة من الجهة الشرقية بضعة كيلومترات قليلة ربما خمس كيلومتر في حين أنه يبعد عن الحدود من الجهة الغربية أكثر من عشرين كيلومتر عفوا وبالتالي إذا شاءت إسرائيل أن تحسن من أوراقها في التفاوض هي تضغط في هجماتها هذه التي لغاية الآن لزالت محدودة ولزالت في مرحلة تدمير البنية التحتية لحزب الله لكي تطور هجومها من الجهة الشرقية لأن ذلك أسأل بكثير لها أن تصل إلى مجرى الليطاني أن تقوم بفصل منطقة الجنوب عن منطقة البقاع وساعتها يمكن أن تفكر إسرائيل بالمساومة على هذا الموضوع مقابل أن تستكمل عمليتها العسكرية أنا أعتقد أن الهجوم على منطقة الحمامس اليوم إذا ما نجحت به إسرائيل ستتمكن من تحقيق إنجاز عسكري مهم ولكن طبعا ليس لدينا أي مصدر المعلومات يؤكد ما إذا كانت هذه الاشتباكات لازالت في محيط مرتفعات الحمامس أم أن إسرائيل وصلت إلى مرتفعات الحمامس وأن حزب الله يقوم برمايات بالصواريخ على هذه القوات المتقدمة وهذا طبعا فرق كبير ولكن إذا الحزب يعلم هذه الأهمية في معادلة الميدان وفي معادلة الميدان والأهمية الكبرى التي تتمتع بها الحمامس ومرتفعاتها يسمح لإسرائيل أن تستولي عليها بهذه السهولة يعني مسألة اشتباكات ليومين يعني اليوم كان هناك ثلاثين غارة على قرية الخيام وعلى منطقة الحمامس ثلاثين غارة جوية ثم كان هناك رمايات مدفعية وكذلك يعني قرية الحمامس لا تبعد كثيرا عن كفركلة والعديسي يعني كل هذه المنطقة هي منطقة محيطة بسهل الخيام ومن الجهة الغربية هناك طبعا منطقة المطل التي طبعا هي موجودة كتلة ومشرفة كذلك على سهل الخيام نحن نتكلم عن حيز جغرافي تقريبا بأبعاد ربما تقريبا أقل من عشر كيلومتر يعني كجبهة وبالعمق ربما ثلاث أو أربع كيلومترات وهي يعني مساحة قليلة نسبيا مقارنة بالوسائل الإسرائيلية الموضوعة وكذلك طبعا بالدفاعات الموجودة لحزب الله ولكن التفجيرات التي حصلت في كفركلة وفي العديسي يعني قد تكون ساهمت كثيرا في إضعاف مقاومة حزب الله لهذا النوع من التقدم يعني لازلت أمامنا أيام ربما وربما أيام قليلة إذا ما كانت هناك نجاحات إسرائيلية في هذا الموضوع لكي نتبين تغيير على الأقل في جزء من القطاع الشرقي من هذه الجبهة ثم يعني اليوم كذلك شهدنا كل هذا التطور على المحور الغربي شهدنا استمرار قصف منطقة صور لقليلة العباسية وبالتالي كذلك هناك جهد إسرائيلي في هذه المنطقة على المحور الغربي لم يتبين لغاية الآن أين سيكون الجهد الرئيسي للعدو الإسرائيلي إذا ما كان يعني اتخذ القرار وهناك ضوء أخضر أمريكي بالقيام بعملية عسكرية هجومية لازلنا يعني نتلمس ما يجري عسكريا ونحاول يعني تركيب الموقف العسكري بناء لما يجري طيب بناء على هذه الأخبار وهذه المعطيات وأيضا نضيف إليها خسائر الجيش الإسرائيلي على الأرض والمواجهة الصعبة الموجودة في القرى والبلدات الجنوبية كيف يمكن أن نرسم مسار المواجهات في هذه الأيام؟ إلى أين تأخذنا المسارات؟ أنا أولا أعتقد أن هناك خسائر كبيرة من الطرفين يعني طبعا البيانات العسكرية من الجهتين قد لا تؤكد أو تبين حقيقة ما يجري يعني عندما تقول بيانات حزب الله أن حزب الله يقوم برمايات على القوات الإسرائيلية المتحشدة في منطقة كفر كلا أو منطقة العديسة أو حتى في منطقة عيت الشعب هذا يعني أن هناك تواغل إسرائيلي وأن الاشتباكات أصبحت داخل الحدود المسألة الأخرى هل هذه الاشتباكات صفرية بمعنى أن هناك مقابل مقاتل أم أن هناك يعني مراكز تقوم يقوم خلال حزب الله برماية الصواريخ وهي رماية طبعا محضرة على هذه المنطقة الحدودية كذلك هذا مؤشر لا ندركه تماما المسألة أن القرار متخذ يعني كما حصل في غزة هكذا يبدو أن القرار متخذ أمريكيا لتدمير قدرات حزب الله وبالتالي العودة عن هذا القرار هي طبعا بقرار أمريكي أعتقد أن إسرائيل لا تملك حتى قرار العودة إذا ما كانت الولايات المتحدة تريد إنهاء كل هذه الميليشيات يعني أنا أعتقد أننا نحن نسير إذا ما تعثر المسار الدبلوماسي على طريق غزة يعني يوم الدمار في القرى الحدودية هذا التفجير ربما لم تشهده حتى يعني مناطق كثير في غزة اليوم نحن نشاهد يعني مئات الأطناء من المتفجرات التي يتم من خلالها هدم أحياء وأجزاء كبيرة من قرى وبالتالي يعني القرى الحدودية إذا ما شاهدنا الصور المأخوذة من الأقمار الاصطناعية هي ليست بعيدة عن غزة علما بأنه طبعا هناك عمران أكبر بكثير من غزة هناك طبعا قرى عمرها يعني مئات السنين وبالتالي وهناك مرحلة هدوء يعني منذ العام 2000 تقريبا حتى العام 2024 تخللتها طبعا حرب لمدة 32 يوما في العام 2006 إذن هناك تراكم عمران عمره ربع قرن حديث بالإضافة إلى ما كانت عليها القرى قبل ذلك وبالتالي أعتقد أنه اليوم يعني ما يجري في الجنوب هو عملية تدمير واضحة بكل المعالم وعملية إبادة لأي شكل من أشكال الحياة في هذه المنطقة شكرا لك من بيروت الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية العميد خالد حمادة على كل هذه الإضاحات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر